مجلس الشيوخ يعقد جلسة عامة لبحث مشروع قانون اللائحة الداخلية الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لإغاثة ألف الفارين من الحرب في إيتيوبيا إلى السودان إصابة كورونا حول العالم تقترب من 62 مليونا وصحة العالمية تبدأ تقييم لقاح أكسفورد 11 صباحا التاسعة في جرانة مغزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسته العامة اليوم لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي ستصدر بقانون حسب ما أقرت النصص الدستورية ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها أمس ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة أعلن المتحدث العسكري إطلاق موقعاً إلكترونياً لإدارة السجلات العسكرية يأتي ذلك في إدار حرص القوات المسلحة للتيسير على المواطنين والاستفادة من تطور تكنولوجياً لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي ويهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونياً واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق ينامي عن أسفيها بعد أعمال العنف التي وقعت بين المتظاهرين وأنصار بعض التيارات السياسية ودعت البعثة في بيان لها الحكومة العراقية إلى بذل قصار جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي نداء عاجلاً لإغاثة ألاف الإثيوبيين الفارين من القتال بتجري إلى السودان وأضاف جراندي في تصريحات صحفية خلال زيارته لأحد مراكز الإيواء الشرقية السودان إنهم بحاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال ستة أشهر المقبلة لمعالجة وضع اللاجئين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال لمعدل يصل إلى 600 لاجئ يومياً أظهر إحصاؤنا لرويترز أن أكثر من 61 مليون و770 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات والناتجة عن الفيروس إلى 1.446.899 حالة وتم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر لعام 2019 أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات لتقييم فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا والذي تطوره شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفرد وقالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في المنظمة العالمية كاثرين أوبراين أن المنظمة تتطلع إلى القصول على المزيد من المعطيات عن اللقاح وكسب فرصة لطرح أسئلة بشأنه قتل ثلاثون من عناصر الأمن الأفغاني على الأقل عندما هاجم انتحاري بسيارة مفخخة قاعدة الجيش في أفغانستان وقع الهجوم في ولاية غزني شرقية البلاد والتي كانت مصرحا للمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية هذا وأشار المسؤول والصحة إلى إصابة 24 شخصا في الهجوم نهاية الموجز وختمة نوحي طعم مسألة المشاهدين بأن تردد أكتو نيوز أتجي هو 12303 معدل الترمي 27500 ومعامل استقطاب أفقي كنت معكم أنا فيروز مكي دمتم سالمين